احنا حكينا انه الفعل الماضي بيدل على انتهاء الفعل يعني الفعل انتهى وبطل يصير موجود يبنى على الفتح اها اول ان الفعل الماضي دائما مبني دائما مبني دائما الفعل الماضي يبنى على الفتح متى اذا كان صحيح الاخر شو يعني صحيح الاخر غير منتهي بحرف علة طيب شو هي حروف العلة اللي هي الالف والواو واليا او اتصل به تاء التأنيث او الف الاثنين او كاف المخاطب او هاء الغائب في هذول واحد اذا كان صحيح الاخر او اتصل به تاء التأنيث او الف الاثنين او كاف المخاطب او هاء الغائب فهو يبنى على الفتح ببنيه على ايش على الفتح طيب ناخد امثلة درست طالبه هي فعل ماضي صحيح الاخر فهمت فهمت العاملة طريقة العمل هي فعل ماضي اتصل به تاء التأنيث غادر القاعة هي فعل ماضي اتصل فيه الف الاثنين سامحك الوالد هي فعل ماضي اتصل فيك في المخاطب عاتبه صديقه هي فعل ماضي اتصل فيها الغائب هاي الافعال الماضي كلها بتكون مبنية على الفتح هاي اعراضها شوف درس فهم غادر سامح عاتبه بحكي له فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على اخره بدك تكون حافظ القاعدة بدك تكون حافظ القاعدة طيب يبنى على الضم اه متى الفعل الماضي يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعة اذا اتصلت به واو الجماعة لعبو كرة القدم هاي فعل الماضي وهي واو الجماعة هيها هيها واو الجماعة اذا شوع ابلعبه بحكي له فعل ماضي مبني على الظم الظاهر على آخره واو الجماعة هاي هاي واو الجماعة ضمير متصل فيه محل رفع الفاعل وهي كمان راح charts حصة الفاعل راح نخذها في حصة الفاعل يبنى على السكون يبنى على السكون متى إذا اتصلت به تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة أو ناء الفاعلين أو ناء الفاعلين أو نون النسوة فذول الخمسة ببنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة أو ناء الفاعلين أو نون النسوة نون النسوة يعني النون اللي بتدل على النساء تعال نشوف عرفت الحلة هاي فعل ماضي اتصلت فيه تاء المتكلم شو هي تاء المتكلم اللي بحكي عن حالي عرفته فهمته كتبته لعبته سمعته اللي بحكي فيه عن حالي عرفت الحل هاي فعل ماضي اتصلت فيه تاء المخاطب شو هي تاء المخاطب اللي بحكي فيها مع رجل أمامي رجل واقف أمامي عرفته فهمته سمعته كتبته أو تاء المخاطبة عرفته هاي تاء المخاطبة اللي بتخص المرأة واقفة أمامي يعني أنا بحكي مع امرأة واقفة أمامي عرفته فهمتي كتبتي أو ناء الفاعلين هايها ناء الفاعلين يعني منحكي عن حالنا منحكي عن حالنا أو نون النسوة زي ما حكينا عرفنا هايها نون النسوة في هاي الحالات بيكون الفعل الماضي مبني على السكون شو بيكون مبني على السكون هايو هاي الإعراب عرفة فعل ماضي مبني على السكون الظاهر على آخره ترجمة نانسي قنقر